اشتركوا في القناة المجلس الاقتصادي العراقي اهلا بكم القانون رقم 9 والخاص ببيع واستيراد المنتجات النفطية والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في العملية الاستيرادية لهذه المنتجات والذي شرعه واصدره البرلمان العراقي في العام 2006 لم يزل حبرا على ورق رغم وجود العديد من الشركات التي عزمت على الخوض في غمار هذا النوع من الاستثمار والتي اتهمت وزارة النفط بعرقلته وتعطينه في حين ترد الأخيرة لدينا شروطنا ومواصفاتنا وعلى الجميع الالتزام بها التفاصيل بعد نتابع هذا التقرير قانون استيراد المشتقات النفطية طبقا للمادة 61 أولا من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 138 خامسا أصدر البرلمان العراقي قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم 9 لسنة 2006 وذلك بعد زيادة الطلب على المشتقات النفطية والاستهلاك المحلي ومحدودية الطاقة الانتاجية للمصاف العراقية ولسد الحاجة المحلية من المشتقات النفطية وتوفيرها للمواطنين وللقضايا على البطالة ودعم مشاركة القطاع الخاص في عملية استيراد المنتجات النفطية كذلك يتطلب من وزارة النفط أو وزيرها إصدار التعليمات الخاصة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي تأخر كثيرا كذلك تطبيقا للمادة الثامنة من قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم 9 لسنة 2006 ووفقا للمادة الثالثة من قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم 9 لسنة 2006 كذلك تلتزم الشركات المستوردة بتشيد محطات بيع وقود خاصة بها ومستودعات خزن للمشتقات النفطية كما ويسمح لها لأغراض بيع المشتقات النفطية المستوردة باستئجار محطات تعبئة الوقود القائمة حاليا ويتضمن القانون إعفاء المشتقات النفطية المستوردة المنصوص عليها في هذا القانون من الرسوم القمرقية وضريبة إعمار العراق لمدة عامين ولا يجوز لشركات القطاع الخاص المشمولة بأحكام هذا القانون الجمع بين خزن وبيع المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة محليا وتتولى وزارة النفط والجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية عملية مراقبة التزام الشركات بشروط ومواصفات منصوص عليها في هذا القانون وفق المادة خامسا من هذا القانون إلى ذلك تعهدت شركات القطاع الخاص بأن أسعار البنزين ستكون أقل سعرا مما عليه الآن في حال السماح لها بالمشاركة في العملية الاستيرادية كذلك تطبيق قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية يسهم في تقليل مليارات الدولارات من موازنة الدولة تخصص سنويا للعملية الاستيرادية ولتحقيق كل ذلك ينبغي إلزام الدائرة الاقتصادية بإصدار الرخص الاستيرادية لقانون 9 لسنة 2006 هذا البرنامج برعاية أصفاغ اليفوت والمرجان المجلس الاقتصادي العراقي ولتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع نضم علينا في الاستيديو من بغداد وكيل مدير عام شركة توزيع المتجات النفطية السيد حسين طالب عبود والمتخصص في قطاع الطاقة دكتور عقيل جبر ومن ولاية تكساس الأميركية الخبير في قطاع الطاقة سيد فراسة جابري ومن كاركوك عبر الأقمال الصناعية المدير المفوض لشركة البرهم للطاقة سيد عميل جلال حسن مرحبا لكم مضيوف الكرام وأبدأ معك أستاذ حسين القانون الخاص ببيع واستيراد المشتقات النفطية صدر في العام 2006 لكن هناك اتهامات لوزارة النفط بعرقلة تطبيق أو إصدار التعليمات الخاصة بهذا القانون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أود أن نحيي الجمهور الكريمة من خلال القناة الكريمة والتمنيات بالصحة والسلامة لجميع أبناء شعبنا العراقي من خلال جائحة كورونا والوباء المنتشر في هذا البلد عادنا وإياكم من هذا الوباء إن شاء الله موضوع قانون استيراد المشتقات النفطية حقيقة الأمر يعني إحنا ما هيئنا وضعنا لشرح قانون استيراد المشتقات النفطية كانت الفكرة التي طرحتوها أن البرنامج كميات التي تستورد من المشتقات النفطية ولكن حسب الذاكرة أن هذا القانون شرع من أجل تخفيف العبئ تخفيف العبئ على الدولة العراقية باستيراد وبيع المشتقات النفطية تمام وجهة النظر شركة توزيع المنتجات النفطية هي الشركة التخصصية ببيع المنتجات النفطية داخل البلاد الآن الدولة تستورد مشتقات نفطية بحدود 3.5 مليار دولار في السنة سنويا سنويا شوال نوع المشتقات التي تستوردوها أستاذ حسين بنزين وزيت الغاز 3.5 مليار دولار سنويا نعم تمام بالإضافة إلى إنتاج المصافة طبعا البنزين العالي الأوكتير المستورد يخلط بنسبة 30% ويطرح إلى الأسواق ببنزين ممتاز اللي هو يبع ب 450 تمام في منافذنا الحكومية والأهلية تمام وبنزين عالي الأوكتير 95 يبع ب 850 دينار للتر الواحد في المنافذ الحكومية والأهلية كذلك موضوع بالحسابات الاقتصادية السعر الثابت ما أكو بالعالم أكو سعر ثابت السعر يحكم العرض والطلب لازم يكون مرتبط بالنشرة العالمية بارتفاع وانخفاض النفط الخام وإجور التصفية القانون قانون استيراد المشتقات النفطية لو فعل بالصورة الصحيحة ومشى بالاتجاه الصحيح وفق الظوابط والتعليمات لكان أفضل للدولة أفضل من استيرادات الدولة تقصد طبعا من استيرادات الدولة لأن هذا راح يرتبط بسعر نشرة عالمية راح يأسس المستثمر طبعا هو بشقة أول مرة يكون خزن للاستيراد المشتقات النفطية وكو بعمل خلال المحطات المشيدة لشيتها المستثمر الآن القطاع الخاص يمثل 80% من محطات التعبئة لشركة توزيع المنتجات النفطية تمام الدولة داعمة للقطاع الخاص من خلال تشهيد المحطات فاللي احنا بحساباتنا أنه استيراد المشتقات بأكثر من نوع يكون أفضل لأنه هو البيع والشراء تبع ذوق المستهلك مثلا المستهلك يريد عالق الأوكتين 95% مستهلك يريد 90% مستهلك يريد 85% حسب الرغبة إليه بالشراء تمام الآن احنا كوزارة نفط الانتاج المصافي اللي عندنا بحدود التسع ملايين لتر اللي هو بالأوكتين التسعين تمام إضافة إلى أنه نستورد احنا يوميا بمعدل بالذروة عشر ملايين لتر من البانزين العالي الأوكتين ولدينا مصافي استثمارية متعاقدين معها في الإقليم ننطيها نفط خام نسلمها نفط خام ونستلم منعتها منتجات نفطية وفق نسبة تشغيل التجريبي للجهات التخصصية تكرر بحدود 140 ألف برميل بالذروة مالتها يعني إجمال التصفية قطاع التصفية هو 650 ألف برميل المصافي أكثرها تنتج يعني النسبة العليا التي تنتج تنتج منتوج النفط بالإضافة إلى هذه الكمية 9000 يوميا من البانزين العالي الأوكتين النفط طبعا نسبة منعتها 30% تروح للخلط كما أسلفت لي مع البانزين العالي الأوكتين والنسبة الأخرى تذهب إلى التصدير تمام أستاذ حسين حضرتك ذكرت نقطة جدا مهمة قلت أنه لو كان باستطاعة القطاع الخاص العراقي أو لو تم تكليف القطاع الخاص العراقي باستيراد المشتقات النفطية راح يكون أفضل بالنسبة للدولة العراقية تمام؟ نعم تمام خلينا أسأل أستاذ أوميد جلال حسن المدير المفهوض لشركة البرهم للطاقة من كاركوكو أرحب بهم مرة أخرى مرحبا أستاذ جلال أستاذ جلال تسمعني؟ أستاذ جلال تسمعني؟ أستاذ أوميد عفوا أستاذ أوميد تسمعني؟ نعم أسمعك كل ذلك تمام أستاذ أوميد حضرتك يعني شركة البرهم أحد الشركات التي تعمل بالتعاون مع وزارة النفط أو حصلت رخصة استيرادية من أجل استيراد بعض المنتجات النفطية لكن لحد اللحظة لم تستورد أي شيء ما هي الأسباب التي أدت إلى تعطيل إحدى شركات القطاع الخاص إلى منع أو منعها من استيراد بعض المنتجات النفطية؟ أولاً مساء الخير مساء نور سيدنا ورمضان كريم عليك وعلى ضيوفك الأعزاء الكرام أستاذ حسيني وأستاذ عقيل بس تعيدي سؤال لأن تأخر الصوت شركتكم شركة البرهم أحد الشركات التي من المفترض أن تقوم بعمليات استيراد بعض المنتجات النفطية من خارج العراق لكن لحد اللحظة هذه الشركة لم توفق ما هي الأسباب التي أدت إلى توقف هذه الشركة عن الاستيراد؟ طبعاً نحن كشركة البرهم تم منحنا إجازة استيراد لسنة 2015 بعد إكمال جميع الشروط القانونية والمستلزمات والمتطلبات الخاصة بمنح الإجازة والتي هي مفروضة من قبل وزارة النفط الدائرة الاقتصادية تم منحنا إجازة في سنة 2015 وتم استيراد خمسة آلاف طن من البنزين عالي الأكتين ودخوله إلى بلدنا وتم تصريفه من قبل شركتنا بعد ذلك التأريخ هذا الذي نعاني من عنده والسؤال حضرتك يكمن في هذا النقطة لماذا بعد هذا التأريخ لم تمنح شركتنا تجديد إجازة استيراد للمشتقات النفطية؟ هذا السؤال الذي حقيقة نحن من سنة 2015 نبحث عنه ولحد يومنا هذا بعد مراجعات عديدة وبعد إكمال جميع المتطلبات لم نجد جواب من قبل وزارة النفط على سؤالنا هذا أو إجابة على طلباتنا بالأجدر تماماً في أي دائرة داخل وزارة النفط متعطلة القضية مالتكم أستاذ أوميت؟ عفواً في أي دائرة تعطلت المعاملة الخاصة بشركتكم أستاذ أوميت؟ آسف الصوت مواضح يعني بس تعيد للسؤال في أي دائرة تم تعطيل عملية استيراد الشركة الخاصة بكم للمنتجات النفطية من خارج إعراض؟ داخل وزارة النفط نعم الدائرة الاقتصادية هي حسب القانون رقم 9 سنة 2006 هي وزارة النفط تتولى وزارة النفط تنفيذ هذا القانون ووزارة النفط بالتالي أناطت الأمر إلى الدائرة الاقتصادية الدائرة الاقتصادية هي الجهة أو الدائرة التي منح الإجازة تم تعطيله أو توقفه عند الدائرة المذكورة تمام أستاذ دكتور عاقيل جبر مرحبا بك مرة أخرى وأسأل حضرتك يعني هذا القانون صدر بالعامة 2006 ووزارة النفط تشجع على هذا القانون من حيث عملية التطبيق والرغبة في تطبيق هذا القانون من أجل أن توفر للدولة العراقية ربما موازنات مالية ضخمة تصرف في استيراد المنتجات النفطية لكن لحد اللحظة لم توفق وزارة النفط ولا القطع الخاص العراقي بتنفيذ هذا القانون بالشكل أو بالصورة التي توليغ بالعملية الاستيرادية والتي تخدم الواطن العراقي ابتداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي العزيزي الأستاذ قيس المرشدي شكرا جزيلا على دعوتكم الكريمة تحياتنا أستاذنا العزيز الضيف والأستاذ عبر الانترنيت هناك مخاطبة حسب ما اطلعت في 11.2006 من الشركة المنتجات النفطية رقمها 3.5.0.2.2 في 11.2006 يمنع القطاع الخاص موجه كتاب عندي موجود رسمي وفق الكتب الموجودة من وزارة النفط وليس لغرض الإعلام لكن هذا كتاب رسمي موجود يمنع القطاع الخاص من استيراد المنتجات النفطية ويؤكد بالفقرة الثانية أن الشركة العامة للمنتجات النفطية منتزمة بتأمين الحصص النفطية إلى المعامل وما إلى ذلك من شرح نعود على قانون 9 للصادر سنة 2006 وكذلك التعليمات رقم 1.0.0.13 بيّنت بشكل حقيقي ما هي الشروط والضوابط وبالمناسبة ليس هو متاح فقط للقطاع الخاص أيضا ضمن القانون متاح للأجنبي للقطاع الخاص والأجنبي وفق شروط معتادة ومن أبرز هذه الشروط بناء المستودعات المستودعات وكذلك المحطات التعبئة الخزين ومحطات التعبئة وأن يكون 5 مليارات رأس المال لا يقل عن 5 مليارات وهناك لا أحى أعتقد جداول بمطابقة المواصفات أن تلتزم بها القطاع الخاص بصراحة نجد واقع الحال من خلال متابعاتنا المالية والاقتصادية أن شركة السومو هي محتكرة للاستيراد وبيع المنتجات النفطية وهذا يعود إلى السياسة النفطية لوزارة النفط أما الآن إذا ردنا نخوض في موضوع كيف نعمل أو نستطيع أن نقرب الفجوات بين القطاع الخاص ووزارة النفط وفقا للقانون الذي صدر طبعا؟ وفق القانون الذي صدر وفق المعطيات وفق الأزمة المالية وكيف أن القطاع الخاص في مصر وفي بلدان أخرى هو يقود السياسة النفطية والسياسة الاقتصادية في تلك البلدان لابد من اعتماد هذه الاستراتيجيات والسياسات والقناعة التامة أن القطاع الخاص يجب أن يدخل شريك حقيقي وليس فقط قوانين وتعليمات مع الأسف بصراحة حتى لا نخلط كثيرا بالحديث والنقاش نحن العقلية الموجودة بالمؤسسات هي عقلية وفق المؤسسات المبنية عقلية اشتراكية نوعا ما لكن النظريات والقوانين هي للانفتاح والاقتصاد السوق هنا يجب أن نعمل مزيج أو يجب أن يكون دور للمطورين مطوري النفط وكذلك الخبراء يجب أن يقربوا هذه الفجوة لغرض انتاج نماذج تسويقية ونماذج اقتصادية تمام خلي نستمع من أهل الاقتصاص بالتحديد عبر ضيفنا من ولاية تكسس الأميركية السيد فراس الجابري مرحبا بك أستاذ فراس يعني ما هي أبرز المشكلات التي تعيق تطبيق قانون 9 لسنة 2006 باعتبارك قريب من هذا المجال نعم مرحبا أستاذ قيس ابتداء تحياتي لك ولضيوفك الكرام أستاذ حسين طالب العزيز والأستاذ العزيز عقيل جبر وأستاذ أوميد ولكادر القناة وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم متمنين لكم ولشعبنا العراق العزيز السلامة والأمان من جائحة كورونا وهذا الفيروس المستجد إن شاء الله أستاذنا العزيز مثل ما تفضله الأخوان وتفضل أستاذ حسين ابتداء بالشرح عن القانون هو هذا القانون ما أريد أطيل عليكم وأخذ من وقتكم لو يطبق لرفع عن كاهل الدولة عبءا كبيرا ورفع عن كاهل المواطن عبءا كبيرا ووفر خدمات وإيصال منتجات بنوعية ممتازة إلى المواطن أريد تفاصيل أشلون أستاذ فراس؟ أستاذ العزيز إحنا ابتداء الآن نتحدث عن وقود البانزين وقود بنزين عالي الأوكتين اللي هو 95 أوكتين والوقود الذي يسمى مدعوم اللي هو المفروض 80 أوكتين إحنا خلي نكون بصراحة القاعدين كلهم عراقيين والمستمع عراقي إحنا ما عدنا بالعراق وقود يوصل إلى 95 أوكتين ولا يوصل إلى 90 أوكتين في أغلب الأحيان هذا اللي هو اللي يسمونه المحسن اللي عدنا بالعراق وأيضا بما يسمى المدعوم اللي هو سعره 450 دينار الآن ديوباع أيضا مواصفته هي رديئة وسعره أضعاف الأسحار العالمية وأصلا هذه المواصفة هي ما موجودة بالنشرة أحكي لك ابتداء أن إحنا إحدى الشركات القطاع الخاص الأجنبية اللي استثمرت أموال كبيرة ووضع ثقتها بالحكومة العراقية وأدخلت أموالها في بناء مستودعات في المنطقة الحرة في خور الزبير مستودعات في منطقة استراتيجية مرتبطة بميناء خور الزبير بأنابيب ناقلة أسست وأنشئت بأحدث التقنيات والمواصفات العالمية بطاقة خزنية الكلفة كلفة المشروعين القاز نسمي يعني الدي افتو أو القازويل والقازولين البانزين وصلت الكلفة إلى 150 مليون دولار بظروف صعبة وبتقنيات ومواصفات أجنبية وبشركات منفذة عالمية اتكالا واعتمادا على تطبيق قانون رقم 9 الطاقة الخزنية للبانزين 30 ألف متر مكعب بست خزانات يعني وفق المواصفات والشرط اللي طربتها الوزارة وفق المواصفات والشرط وكانت وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية مواكبة ومشكورين خصصة ولجانويانة منذ وضع حجر الأساس إلى تشغيل المستودعات شنو اللي صار أستاذي العزيز حتى أكون صادق فيما يخص القازويل الديزل احنا حصلنا على أربع إجازات تصدير بشق الأنفس كل إجازة أربعين ألف طن محددة بفترة زمنية استطعنا أن نبيعها فقط إلى الشركات الأجنبية بالعراق شركات التراخيص أو الملحقيات الدبلوماسية والبعثات بالعراق تمام أما بالنسبة للبانزين على تعاقب الوزارات حققنا اجتماعات مع أسادة الوزراء والمدراء العامين في الوزارة والجهات المختصة في الوزارة والكل كان داعم لكن عند التنفيذ جوبهنا بعدم التنفيذ من قبل من؟ حتى وصل من قبل من أستاذ فراس هي الجهة المسؤولة أستاذ العزيز حتى تحصل على إجازة استيرات أنت يجب أن تراجع الدارة الاقتصادية في وزارة النفط باعتبارها الجهة القطاعية التي تنطيك عدم ممانعة إلى وزارة التجارة حتى وزارة التجارة تصرف لك الإجازة الاستيرادية زين هسا المشكلة أين أستاذ فراس إذا سمحت المشكلة في الدارة الاقتصادية لوزارة النفط أم دارة المشتقات النفطية أم سومو لا لا المشكلة كلها في الدارة الاقتصادية الدارة الاقتصادية كنت أتمنى أن يكونون موجودين وصل الحال استاذ العزيز استوردنا ثمانتالاف متر مكعب تقدر تسعة مليون لتر لتشغيل المستودع بعد أن كملت الشركة الأجنبية التي بنت لازم تسوي كوموشن تشغيل قبل أن نكمل لهم دفعاتهم ويسلمون فاستلمنا قبل ثلاث سنوات هذه الكمية وصرفنا عليها أموال كانت أسعار النفط عالية مزيد قدمنا أكثر من أربع كتب إلى الدارة الاقتصادية وشرحنا لهم موقف يابا وصل بينا يابا طيب خلونا نبيع بس هذه الكمية اللي محجوزة بالخزانات وهذا الشكل خطر وهذا المشروع بالنهاية رح يرجع للدولة إلى وزارة المالية شنو كان عذرهم أستاذ فراس قبل ما انتقل لأستاذ عسين كان عذرهم الدارة الاقتصادية والله أستاذنا العزيز العذر أنه جهزونا بالأوراق جهزونا بكل المتطلبات جهزنا كل المتطلبات النتيجة ما حصلنا أستاذ عسين شنو الأسباب التي أدت إلى تعطيل هذه الشركة أو شركة البرهم وغيرها من الشركات التي ترغب بإنجاح هذا القانون وتوفير غفرة مالية للعراق يعني تستورد أو يستورد من خلال العراق سنويا بثلاثة ونصف مليار دولار لمشتقات نفطية نعم أستاذ قيس بالنسبة للأخوة أستاذ فراس والأخوة في شركة البرهم طبعا هم من الشركات المعروفة والعريقة وذات التعاملات النظيفة مع وزارة النفط وخصوصا مع شركة توزيع المنتجات النفطية الأخوة ما عدتهم كل خطأ بعملهم هذا أتكلم بصراحة تمام أنشأ ومشاريحهم ضمن ما رسملهم القانون قانون استيراد المشتقات النفطية تمام الوضع اللي صار ما بعد الالفين وستة الحقيقة هو انولد القانون فيراد حتى لو انه يراد لتعديلات التعديلات تكون بالتنفيذ بالتنفيذ القانون ما ممكن أنا ينولد قانون أو مشروع متكامل مئة بالمئة زين أكون ملاحظات أكون حراف بالمشروع بالقانون بالتنفيذ يتم تعديله ويصحح المسار زين استيراد المشتقات النفطية من الشرع بالالفين وستة الحقيقة صارت أكون حالات هناك أنا ما أتكلم على المشروعين المشروعين الأخوة أصبحت هناك كابينات على إجازات استيراد مشتقات نفطية كابينات تبيع منتجات نفطية بالشارع نقول هذا منتجات مستوردة والحقيقة هي مو منتجات مستوردة هي تأخذ من محطات بصورة غير شرعية يعني محطات الوقود كان غياب ضعف الدور الرقابي الوضع الأمني كان متردي بالالفين وستة والفين وسبعة لحد الالفين وعشرة هذا اش ولد أخذ الوزارة النفط أخذت على عاتقها أنه هي التي تضمن حق المواطن ببيع المنتجات النفطية فهذا النشاط وين حصل محصور محصور هو نشاط شركة توزيع المنتجات النفطية تمام المنتج هو بلك الدولة نقل الملكية إلى المواطن يصير بواسطة المحطة الحكومية أو الأهلية زين لذلك وكيل المحطة يأخذ عموله هذا أثر على مشاريع الأخوة وباقي المستثمرين اللي يرغبوا أنه ينشؤون على قانون استيراد المشتقات النفطية زين اليوم احنا عندنا قطاع حكومي وعندنا قطاع خاص زين لا يعني ماكو وسيلة إلا لدعم القطاع الخاص في هذه الظروف اللي يمر بيها البلد الآن من أزمة اقتصادية لازم نكون بأجاذبة للاستثمارات لازم نكون بأجاذبة لرأس المال رأس المال يراد لأمان لكي يمارس نشاط في هذا البلد من خلال تطبيق القانون اكو الوزارة جمدت القانون الحقيقة يعني حاليا مجمد القانون مجمد القانون من أي سنة تم تجميد يعني هو ما ما ظهر للنور يعني وضعيت الاخوة في شركة البرهم اعتقد انشأوا ست محطات في محافظة كاركوك بالاضافة لمستودع البرهم اعتقد بقيمة عشرين مليون دولار والاخوة في استاذ فراس الأهم رصيف اعتقد وبنثل ما تفضل الخزانات لخزن المشتقات النفطية استاذ حقهم يعني يحترق قلبهم لان شركة صارفة مية وخمسين مليون دولار واخرى صارفة اكتر مية وعشرين مليون دولار يقول لك احنا صرفنا وتعبنا ودراسات وروحة وخطب وبالتالي كل راح ما استفادنا شيء من الوزارة استاذ قيس انا اتكلم من خلال هذا المنبر اقول حان الوقت لتفعيل قانون استيراد المشتقات النفطية زين من المسؤول داخل الوزارة عن تعطيل تنفيذ القانون الحقيقة الوزارة جادة بعادة النظر وترتيب الامر وتفعيل القانون ووضع الضوابط والتعليمات اللي من شأنها انه تخلي القانون يسري ويتنفذ في هذا البلد بسلاسة تمام بضمان انه مثلا المشتقات النفطية من يدخل المورد للمشتقات النفطية هذا العامل الثالث الوسطي اللي يكون بين القطاع الحكوبي والقطاع الخاص راح يجي القطاع الخاص يميل بدل ما انه مثلا المواطن بدل ما ياخذ من الدولة البانزين الـ 450 هو بمواصفاته ما يعني ما يخدم المركبة مالته يبحث عن بدائل اذا ما كانت البدائل موجودة فيضطر انه ياخذ من الدولة البانزين وهو اللي يشكل خسارة وعبع على الدولة فلذلك احنا نتمنى ان يدفع على القانون وان شاء الله لاننا خلال الاجتماعات في قيادة القطاع في وزارة النفط انه الوزارة جادة باعادة دراسة القانون ماذا وقت كان اخر اجتماع استاذ سين يعني الحقيقة كان اخر توجيه للاستاذ ثامر الغضبان قبل انه غادر الوزارة انه بتفعيل هذا القانون والعمل على الخصخصة ودعم القطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية تمام استاذ اوميد كم مستودع بنت شركتكم وكم محطة تعب ايضا بنت وشقد كانت الكلفة الاجمالية لهذه المشاريع نعم بس احب نوح على نقطة ذكرها الاستاذ حسين انه عدم تنفيذ هذا القانون وتجميده طبعا ماكو اي جهة رسمية تقدر تجمد التشريع الا من اخلق التشريع واصدر اللي هو المجلس النواب زين يعني هذا بموجب الدستور العراق والقوانين العراقية اما عدم تنفيذ القانون وتجميده دفع ثمن المواطن العراقي يعني هذه بصراحة نحتيها من اهل منبر هذا يعني هذه المشتقات الرديئة و ومخلفاتها والعبئ اللي على الدولة هذه كلها يعني حقيقة جدتي من عدم تنفيذ القانون وتجميد القانون اما بالنسبة لشركتنا احنا مثل ما نوهت علي بداية حديثي من سنة 2015 قبل ان تمنح شركتنا اجازة الاستيراد 2015 تم احد شروط منح الاجازة بناء المستودعات و استاذ اوما يتسمحنا نذهب الى متابعة موجز الاهم الاخبار الاقتصادي ونعود الى تكمنة باقي تفاصيل الحلقة وخصوصا فيما يتعلق الكلفة الجمالية لمشروعكم وما هي البنة التحتية التي هيئتها الشركة الخاصة بكم نعود الى تكمنة باقي التفاصيل الحلقة مشاهدين كرام لاحقا هذا البرنامج برعاية أصفاغ الياخوت والمرجان المجلس الاقتصادي العراقي لجنة المالية النيابية تكشف عن خسارة العراق مليار و350 مليون دولار عن كل دولار منخفض من أسعار النفط أن تخطيط تعلن أن نسبة الفقر في العراق بسبب جاعة كورونا وصلت إلى 40% واصفتنا إياها بالرقم الطار وزارة النفط تؤكد تنفيذها خططا لاستثمار 3400 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز المصاحب والطبيعي تعافي أسعار النفط في الأسواق العالمية للمرة الأولى منذ شهرين بعد أن تجاوز السعر برميل النفط الواحد من خام برينت عتبة 35 دولار صندوق النقد الدولي توقع أن يستغرق الاقتصاد العالمي وقتا أطول كثيرا مما كان متوقعا في البداية للتعافي بشكل كامل من الصدمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد وأخيرا تراجع الجنيه المصري لأدنى مستوى مقابل الدولار منذ أوال شباط يتم تداوله عند المستوى المنخفض البالغ 15.83 لدولار المجلس الاقتصادي العراقي أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام عدو الأضيوفي من بغداد وكيل مدير عام شركة توزيع المتاجات النفطية السيد حسين طالب عبود والخبير في قطاع الطاقة دكتور عقيل جبر ومن محافظة كاركوك عبر الأقمار الصناعي سيد أوميت جلال حسن المدير المفوض الشركة البرهم للطاقة ومن ولاية تكساس الأميركية الخبير في قطاع الطاقة أيضا في رأس الجابري السيد أوميت سألت حضرتك قبل الموجز أنه الكلفة الإجمالية للمشروع وما هي أبرز البناء التحتية التي نفذتها شركة البرهم فيما يخص استيراد المشتقات النفطية في كاركوك نعم طبعا مثل ما نوهت أنه تمتلك شركة البرهم مستودع بطاقة 30 ألف متر مكعب وهو بنية أو أسسة وأنشئة وفق الشروط والضوابط لوزارة النفط وفق المواصفات العالمية وهو جاهز لخزن المشتقات النفطية منذ عام 2015 كما جاء في كتاب وزارة النفط الدائرة الفنية واللجان الكشف الذي أجريت وعاينت المشروع كما تمتلك شركة البرهم محطة تعبئة وقود نموذجية أيضا أسست على شروط وضوابط نفس القانون رقم 9 2006 وهي متآلفة أيضا شركتنا متآلفة مع محطات استثمارية يعني تقريبا أربعة إلى خمس محطات في كاركوك ونوح على نقطة أخرى يعني حقيقة مشروعنا الاستثماري يعني يحتوي على مئة موظف منذ عام 2016 أشقد كانت الكلفة الإجمالية أستاذ أوميد الكلفة الإجمالية للمشروع أشقد أصدار بعض التعليمات من قبل وزارة النفط من أجل تسيير هذا القانون وتطبيقها على أرض الواقع وبالتالي هي صرفة أممال طائلة ونفذت مشاريع أملاقة وهذا المشاريع لو تم تشغيلها بشكل إيجابي وبصورة صحيحة سوف تستقطب الآلاف من فرص العمل وتوفر للدولة أممال طائلة تستثمر أو يتم استولالها في عملية الاستثمار النفطي لكن نبحث عن حل الآن ما هو الحل المفطر التطبيق في الوقت الحاضر من أجل إنجاح هذا النوع من المشاريع ابتداء فاتني أن أقول أنني باحث وليس خبير ومهتم بالشأن النفطي نستدرك المبالغ والجهود المبذولة من القطاع الخاص والدعم الواضح من الحكومة على تعاقبها يحتاج إلى تجسيد واقعي من الإدارات التنفيذية والإدارة الاقتصادية الماسكة بالملف الاقتصادي أزاء هذا المشكل والأستاذ سيد المدير العام ذكر بأريحية أن القانون قانون تسعة مجمد بالصورة التي وصفها أعتقد دعوة إلى اللجنة البرلمانية للطاقة ودعوة إلى المجلس الوزاري إلى اتخاذ تدابير سريعة عاجلة لبحث هذا الموضوع وما أهميته في تطوير واقع الاقتصاد وتدوير عجلة الاقتصاد وكذلك أن الدواعي والمبررات من إيجاد قانون تسعة هو لتنشيط القطاع الخاص ولتلبية احتياجات المنتجات النفطية ولتقديم خدمات إضافية بصراحة التدابير والإجراءات السريعة ليست صعبة تحتاج إلى إرادة سياسية كل الممكنات والوسائل والشركات الخاصة التي مثلا ساد الضيوف ذكروا جهودهم المشكورة وحسهم الوطني في السعي لبناء شراكة حقيقية مع وزارة النفط وبناء مستودعات ومحطات تعبئة وصرف أموال كثيرة أعتقد هذه خسارة رأس مالية في الاقتصاد العراقي يجب تعويضها ويجب النظر لها وتعتبر مخاطر مالية حقيقية ومخاطر اقتصادية يجب النظر لها لا سيما ونحن في أزمة مالية ونحتاج لكل فرصة خاصة ننظر إلى النفط بأنه فرصة اقتصادية حقيقية لكون أن الموازنة تعتمد على 92% على النفط لماذا لا نفسح المجال إلى القطاع الخاص أكيد تعقيدات والعقلية الإدارية الصلبة التي تمتاز بها الإدارة بصراحة بالضبط يسمح للأستاذ في وزارة النفط وجدنا كثير من الحالات تظهر بعد انتهاء الحكومة السابقة وبداية الحكومة الحالية نحتاج إلى عادة تقييم وإدخال وزارة التخطيط لقيادة ملف تقييم وزارة النفط في المجلس الوزاري لاقتصاد لعادة تفعيل دكتور عقل من يتحمل مسؤولية تأخير تطبيق هذا القانون بصراحة وزارة النفط ويجب تشكيل لجنة تحقيقية عذراً أستاذ العزيز وفق متبنياتنا الإدارية لجنة عاجلة من أعلى سلطة لكون أن النفط والطاقة هي المورد الرئيسي للموازنة والشعب العراقي تمام أستاذ فراس يعني كيف السبيل من أجل الخروج من هذه الأزمة بالوقت الحاضر شنو اللي تردوه من قبل وزارة النفط أو من قبل مجلس الوزارة شنو اللي تحتاجه من أجل تطبيق هذا القانون بصورة صحيحة وبالتالي العمل بصورة مهنية أستاذ العزيز بعد أن طرحوا الأخوان ومشكوراً أستاذ حسين طالب على طرح الفاعل والجاد لدعم هذا الموضوع بالحقيقة يشجعنا ويجدد روح الأمل بهذه الشركات مثل ما ذكرت لك ابتداء شركتنا شركة SKA Energy استثمرت 150 مليون دولار على مشروع عمره 15 سنة انتهت من عنده 9 سنوات ولحد الآن لم يرى النور حتى أبين للمشاهد الكريم السادة اللي معانا الضيوف الأخوان ومختصاصين بس قد المشاهد الكريم يصير عنده لبس بالموضوع يتوقع أنه هذه الشركات جاي فقط للمنفعة أو تستثمر على حساب المواطن أو البلد لا بالعكس هو أكيد الشركة تريد نفعها لكن بالمقابل المواطن رح يوصل لوقود بنقاوة عالية بسعر أوطأ الدولة الآن وخصوصا في هذه الظروف احنا في أزمة ذكرها الأستاذ الكريم أستاذ عقيل ذكر أنه احنا الآن في أزمة بعد انهيار أسعار النفط والبلد محتاج إلى توفير الدولار الواحد أو دينار الواحد بتغطية رواتب أو مستلزمات البلد لو كان هذا القانون مطبق والمستثمر عراقي أو أجنبي داخل ورافع عن كاهل الدولة هذه للثلاثة مليار بنزين خمسة مليار ديزل ضيف الها ديزل للكهرباء غيره هيشايلها عن كاهل الدولة ومخفف عن المواطن كان الدولة صار عندها مجال وبحبوحة خصوصا في هذه الظروف وأيضا هذه خطوة هي أولى أستاذ العزيز الخطوة الأولى اليوم هذه الشركات والقطاع الخاص يستورد يطور محطات تشتغل محطات تشتغل يد عاملة الخطوة الثانية الآن عندنا مصافي معروضة للاستثمار ما عليها إقبال ليش؟ لأنه المستثمر الأجنبي ورأس المال كلكم تعرفون هو جبان يعني شاف تجربتنا شركة اسكيا انرجي شاف تجربة البرهم غيره يقول لك أنا أجي شون هاي شركة صارت سنوات بالعراق فهنا المستثمر راح تكون بيئة طاردة في خزينة الدولة زين أستاذ العزيزي وصلت الحالة أكو قانون رقم خمسة واربعين إذا ما خانتني الذاكرة هو إعفاء المشتقات النفطية المستوردة من قبل القطاع الخاص والعام من الرسوم من الرسوم القمرقية وضريبة إعفاء العراق هذا سنويا الدائرة الاقتصادية ترفع مقتراح إلى قيادة القطاع النفطي ويرفع بدورة إلى مجلس وزراء ويجدد القانون من صارت أكو نافذة بسيطة وبسيط أيما الفتحة واللي إحنا أخذناها على الديزل هذا الكتب إلى مجلس وزراء بعدم تجديد هذا القانون هذه الرسومات هذه الرسومات بعدم تجديد هذه حتى أكون هذه العفاءات تقصد يعني هذه العفاءات هذه كانت مقصودة بالنتيجة عن أنطيكة جاهزة لكن أنت غير معفى حتى أنت ما رح يصرف لك تقدر تبيعها بالسوق العراقية وبالنتيجة تعاني مننا أيضا شركة تسويق النفط كل شهرين ثلاثة إحنا عدنا استثمار آخر مع شركة خطوط أنابيب النفط إدارة الأرصف في 2-3-4 في ميناء خور الزبير وتطويره دا نشوف البواخر دا تجي كل فترة القمارق يوقفون البواخر اللي جاية محملة بالقازولين والقازولين إلى شركة تسويق النفط إلى الحكومة العراقية بحجة تمام أستاذ فراس تمام أستاذ فراس التفاصيل في هذا الموضوع بالتحديد طبعا كثيرة وطويلة وإن شاء الله سنخص حلقات قادمة فيما يخص هذا الموضوع بالتحديد وبحضور إن شاء الله أستاذ حسين نتابع الحلقة بعد هذا الفاصل المشاهدين كرام هذا البرنامج برعاية أصفار اليقوش والمرجان المجلس الاقتصادي العراقي أهلا بكم مرة أخرى مشاهدني الكرام أستاذ حسين وفق المعطيات الحالية والمشاكل اللي يذكرها أستاذ فراس أو اللي يذكرها أستاذ أوميد ما أعتقد رح يصير في المستقبل قريب أمل في تنشيط القطاع الخاص العراقي من أجل دخوله في العمليات الاستيرادية لمشتقات النفطية من خارجها العفو أستاذ قيس نحن نبدأ بها مرحلة مرحلة أولا المطلوب ثورة على الفكر الاشتراكي بالبلد الدولة أكبر من أن تدير محطة وقود أكيد طبعا يعني أفهم من كلامك المشكلة ليس بداخل الوزارة من خارج الوزارة في إدارة الدولة الاقتصادية الدولة مثل ما قلت أكبر من أن تدير محطة وقود أو تملك لها صهريج لنقل المنتجات النفطية المشتقات الدولة تراقب تقدم خدمة أو تراقب خدمة جودة للخدمة نوعية الخدمة التي تقدمها للمواطن فأنا أعتقد هذه المواضيع تترك إلى القطاع الخاص ولمستثمر أفضل مما الدولة تبتلش بها الدولة ترسم السياسات العامة ما تدخل بتفاصيل وجزئياتها الدعم للمشتقات النفطية بوجهة نظري يكون للفئات المستفيدة مثلا سائق التكسي أو صاحب سيارة الحمل زين أستاذ حسين نحن ما عدنا وقت هواي بس أريد أسمع من كلامك أنه أو أريد أسمع من حضرتك أنه نحن بحاجة إلى تفعيل هذا القانون نعم ووزارة النفط أثبت تقصيرها من خلال الحوار مع ضيوف مع حضرتك لا يوجد تقصير بالموضوع إذا سمحت لوقت همي داهمنا وزارة النفط ما قصرت يعني ما أثبت التقصير وإنما الوضع اللي السائد يعني عدم الضمان وسلامة إيصال المنتج للمواطن التهريب اللي موجود بين حين وآخر من المحطات الأهلية اللي موجودة داخل البلد واللي هسه طبعا انحسر انحسار نهائي يعني الوضع حسه أنا أشوفه أفضل من 2006 و2007 فأعتقد الآن يعني الوقت ملائم وماتي انه احنا نفعل قانون استيراد من التقاطر والوزارة عدتها توجه لهذا الشيء والوزارة عدتها توجه جادة بهذا الموضوع بالإضافة للأخوة في شركة البرهم الوزارة طبعا منحت اللي هم رخصة بوحدة الهدرجة في مصفى كاركوك اللي راح ينتج البنزيني العالي بالإضافة إلى مصفى السماو هناك مصفى استثماري نحال فيه كاركوك المصافى الاستثمارية في الأقليم الدولة مادة فاتحة لأبواب للقطاع الخاص ولكن على قولة المثل الدارج العافية بالتدارج تمام وكيل مدير عام شركة التوزيع المتجات النفطية حسين علي طالب نشكر حضورك معنا في حلقة اليوم من برنامج دينار كما لا يفوتنا نشكر أيضا المتخصص في قطاع الطاقة دكتور عقيد جبر ومن ولاة تكساس الأميركية عبر سكايب فراس الجابري الخبير في قطاع الطاقة والمدير المفوض لشركة البرهم للطاقة من كاركوك عبر الأقمار الصناعي أوميد جلال حسن مشاهدين كرام وصلنا وياكمنا الختام نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج دينار تمتف يمان الله هذا البرنامج برعاية أصفاغ الياخوش والمرجان المجلس الاقتصادي العراقي ترجمة نانسي قنقر